موسيقى قمنا بتهم المبنى بعد ما حرفوه طلعت منه النيران اتشفنا وجود نفق بالمبنى بعمق مترين للمترين ونص على امتداد الارض السورية بواسل الوطن يواصلون دحرة فلول عصابات الارهاب المرتزقة موسيقى 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 ربيع العرب عشرات الضحايا بتفجيرات ارهابية في العراق وقتل برصاص الامن اليمني وفوضى السلاح تجبر قائد الجيش الليبي على الاستقال موسيقى 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 قمع قوات امن العثماني اردوغان تزيد التوتر في الشارع التركي موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الاكارم الى هذه النشرة الاخبارية من تلفزيون الدنيا في دمشق حافظ الاسد اسم اكبر من كل لقب وقامة وطنية في تاريخ سوريا والعرب هو منهابه الغرب حتى قال عنه احد رؤساء الولايات المتحدة الامريكية انه مرشح لقيادة العالم ثلاثة عشر عاما على الرحيل ولا تزال سوريا على الوعد والعهد حرة عصية حتى انقضاء الدهر الوطن غالن والوطن عزيز والوطن شامح والوطن الصامد لان الوطن هو ذاتنا فلندرك هذه الحقيقة ولنحب وطننا باقصى ما نستطيع من الحب وليكن وطننا هو المعسوق الاول الذي لا يساويه ولا يدانيه معسوق اخر ولا حياة انسانية بدون وطن ولا وجود انسانيا بدون وطن خالد في الذاكرة والوجدان خالد في الاذهان قيد صموت يوم اضاع العرب مفتاح القضية فكانت سوريا في مهب الريح بصلة الامان وكان القائد العنوان الامينة ابدا على فلسطين وعلى الجولان تفوح عزة من تراب سوريا وبها فكشفت اوراق الزمان حيث يكون الوطن فينا كرامة الانسان انه حافظ الاسد وعلينا ان نستمر في الاعدام لطرد العديد من كل شبر من ارضنا العربية المحتلة اهدى السوريين تشرين مرتين واهدى العروبة الف مرة كرامة الصموت حتى غدت قلاعها دمشقية وغدا على جبين التاريخ رمزا من رموز الوطنية غدا حضنا للمقاومة يوم قبل الاخرون المساومة يوم قبل صلح اسرائيل والغرب فكانت الارض مقابل السلام وكان ايضا ما اخذ بالقوة لا يعاد الا بالقوة قد يخطر لاصحاب الانفاس القصيرة الذين دخل اليأس نفوسهم وهم موجودون على مستويات عديدة ان خير الطرق واسلمها هي اقصرها واقصر الطرق هي ان ننال بعض حقنا ونتنازل عن بعضه الاخر ويسمون هذا تنازلات متبادلة تعني في حالتنا ان يتنازل لنا العدو عن بعض حقنا ونتنازل له نحن عن بعض حقنا الاخر وهذا ما نسميه نحن استسلاما في ذكرى رحيل حافظ الاسد القائد الخالد يقول السوريون نشد من نضالك الازر ومن ايمانك بالشعب الارادة وان على دربك نكمل الدربة مع بشائرك نمضي حتى القدس من اجل الوطن المعشوق الاول والمعشوق الاخير موسيقى موسيقى اوقعت وحداتنا المسلحة الباسلة العديد من الارهابيين قتلى ومصابين في سلسلة عمليات نفذتها في حرستة والشيفونية ومزارع البحارية ورحيبة وحجيرة وجيرود في ريف دمشق وصادرت أسلحة وذخيرة ومعدات طبية أمريكية الصنع كانت بحوزتهم وذكر مصدر ميداني لموفد الدنيا أنه تم القضاء على خليل زينو متزعيم مجموعة إرهابية مسلحة تسمي نفسها سرية قمر بن هاشم ومعظم أفراد مجموعته من بينهم عبد الكريم الحج في مدينة حرستة وأضاف المصدر أن وحدة عسكرية قضت على أعداد من الإرهابيين قرب سكة القطار الواصلة بين ميدع وضمير في مزارع البحرية بالغوطة الشرقية وصادرت أسلحة وذخيرة بينها قواذف أربيجي ومعدات طبية أمريكية الصنع كانت بحوزتهم وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة في مزارع الشيفونية بدومة وإيقاع إرهابيين قتلى ينتمون إلى ما يسمى كتائب شهداء دومة من بينهم إرهابي يلقب بأبو عمر البلتاني في حين لاحقت وحدة من الجيش مجموعة إرهابية كانت تعتدي على الأهالي وممتلكاتهم في بلدة الرحيبة وفي محافظة ترتوس تم العثور على نفق بطول ثلاثين مترا في منطقة بوترايا بين رأس النبع والمرقب وقال مرسل الدنيا في المحافظة إن النفق يحوي أسلحة وذخائر وعددا من العبوات الناسفة وصواعى الكهربائية إضافة إلى بزات عسكرية عليها شعار جبهة النصرة تستمر قوات الدفاع الوطني للتعاون مع الجيش العربي السوري بحملة مداهمات وتمشيط ضمن قرى بانياس لبعض المزارع والمنازل تم خلالها العسور على عدة أنفاق في منطقة رأس النبع كانت تستخدمها عصابات جبهة النصرة الإرهابية في الاختباء والتخطيط هذا المبنى قام المسلحين بإحراقه لأخفاء أدلهم وجرائمهم هون وقمنا بدهم المبنى بعد ما حرقوه وقلعت منه النيران اتشفنا وجود نفق بالمبنى بعمق مترين للمترين ونص وبعمق يتراوح طولة بين العشرين للخمسة وعشرين متر ووجدنا كثير من الأدلية وجدنا أسلحة وجدنا أجهزة اتصال لاسلكي كلها محروقة وجدنا متفجرات وجدنا صواعق فتايل شارات أعلام هذا مؤسس له مسبقا هذا فيه لهون مدخل نظامي جهزينه هني وحافرين عليها يعني عشبه خريطة إجباري حكما لأنه بعد ما نخيطعين نقطة بعمق متر للمتر وربع راجعين للخلف وحافرين بالاتجاه المعاكس طالعين عندهم بالداخل المخرج مبين المخرج يعني محطوط فيه خشب ومحطوط له سطح باطون مسبق صنع يعني مجهز ومرضون بالطراب هنا يقوم عناصر الدفاع الوطني بالحفر بحثا عن مخرج النفق الذي تم الأسر عليه منذ قليل نحن شفنا النفق من جوا وبناء على التقديرات قدرنا أنه مكانه هوني وجينا حفرناه مثل ما نكوا شايفين نهاية النفق لكننا شايفينه مقابل من تحت هاي البلاطة كانت فوق النفق هنا كانت تجتمع بعض قيادات الإرهابيين في منطقة بانياس لإدارة بعض عملياتهم فهنا كانت اجتماعات أو كارهم للتخطيط لما سيقومون به ضد عناصر الجيش العربي السوري تم العثور أيضا خلال التمشيط على عدة أنفاق أخرى وجد داخلها ما يعود للعناصر الإرهابية المسلحة التي كانت في المنطقة عصبات تدل على وجود جبهة النصرة عصبات جبهة النصرة بالإضافة إلى كتائب شهداء بانياس أسلك كهربائية بالإضافة إلى دارات توصل على بشكل تسلسل أو إلى العقوات الناس في وتفجيرها عن بعد أجهز التفجير عن بعد جهاز اتصال لاسلكي بارودي اوتوماتيك لضافلة مستلزمات طبية لأنهم حماة الديار الساهرون على أمن الوطن وحمايته فلا مفر للإرهابيين من قبضاتهم لأخبار الدنيا الفضائية علي الكنج بانياس في الأقصير بريف حمس وبعد تعافيها من المجموعات الإرهابية وعودتها آمنة مستقرة بفضل الجيش العربي السوري عادت أجراس الكنائس جنبا إلى جنب مع مآذن المساجد لتصدح وفي كنيسة مارياس الحي جالت كاميرانا ورصدت أثار الخراب الذي حل بالمكان اليوم عادت أجراس كنيسة مارياس الحي لتقرع في القصير معلنتان عودة من غادرها وأن الصلوات سترفع من هنا من جديد لأجل الوطن لأجل السوريا لأجل كل من صمد وثبت على الموقف فشد الجيش العربي السوري على يده ليعود إلى القصير هنا عندما تدخل وجب الخشوع والتضرع إلا أن الإرهابيين من مقتحم الكنيسة دخلوها بكفر الإرهاب فكان الخراب والتدنيس حيث فخيخات الكنيسة لتدميرها وتدمير النسيج الاجتماعي المتعيش هنا على الأرض السورية عاد المؤمنون إليها فبيوت الله تبقى شامخة صامدة وتبقى المنارة لكل من ضل ويضل الطريق فطريق العودة التي أراد الإرهاب قطعه على أهل البيت عبده الجيش العربي السوري بسواعده التي قهرت الإرهاب ورفعت العلم وأعادت أصوات الأذان والأجرس وفي حما تواصل وحدات من جيشنا الباسل حملتها على الإرهاب في ريف المدينة في قرية أطليسية رصدت وحدة من الجيش العربي السوري وكرا كان الإرهابيون يتخذونه مقرا ومستودعا لأدوات إرهابهم فوضى المكان وكل الجدران تنطق بهمجيتهم بجرائمهم بحقدهم وسلبهم كل الأشياء حتى قدسية الأسماء الإرهابيون قبل الدحر كانوا هنا بالحجر يختبئون ويطمرون أسلحة الجريمة وبعد أن طردوا أهل الدار واخترقوا حرمة الجار وعاثوا فسادهم فرموا دم الألوية أمام دخول الجيش العربي السوري إلى قرية طليسية في ريف حما ليتحول الإرهابيون المتورمون من أحلامهم إلى مجرد أشلاء بقرب مكان الجريمة وأسماء وطرهات خطت على الجدران لا تخلو من الأخطاء النحوية وما تبقى هنا يحكي القصة عن هؤلاء اللصوص الذين نطقت آثارهم بما كانوا يخططون وخرجت طمور حقدهم التي كانوا يدفنون لتعثر القوات المسلحة السورية بعد أن طهرت القرية على مستودع داخل أحد المنازل وجد فيه عدد من الصواريخ وذخائر وصناديق لأسلحة أثناء المداهم شاهدنا وكرا كانوا يلتجئون إليه ويتخزونه مقر لقيادتهم وهم يدعون أنهم أحفاد الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام منهم براء أهل القرية الذين شردوا بإرهاب عصابات ما يسمى جبهة النصرة لم يتركوا القرية ليبث فيها الإرهاب فارتدوا الزيال العسكري ومضوا يدا بيد مع جيش الوطن يطردون فلول المسلحين ويطهرون بلدتهم في الطريق إلى القرية حيث كانت ألوية الحقد وكتائب الزيف والوهم ترمي السكان والآمنين بصواريخ الموت دك الجيش العربي السوري تجمعاتهم ولم يبق منهم إلا أشلاءهم وبقع رجسهم تنطق بضعف المجرم وجبن الإرهاب الذي يهزم في كل المواجهات ويتهاوى أمام حقيقة الصمود والبسالة التي يخطها الجيش العربي السوري على امتداد الوطن مضمضا جروحه ومعيدا السلام والحياة إلى ربوعه وفي كمين محكم قد أبطال الجيش العربي السوري على أحد عناصر جبهة النصر ويدعى عبدالقادر مصطفى الملقب أبو ساق بالقرب من معمل الكنسروة غرب مدينة إدلب وصادروا بندقيته وذخيرة وقنبلة هجومية كانت بحوزته من هنا حاول الإرهاب أن يتسلل من جديد ليضرب أمن المواطنين ويعيث فسادا وتخريبا ويقتل ويذبح الأبرياء ويعكس صورته الإجرامية في إدلب على الطريق المؤدي إلى حارم سلقين كان الإرهاب على موعد مع الاجتثاث من الجذور فقد استطاع بواسل جيشنا العربي السوري القضاء على أحد عناصر جبهة النصر ويدعى عبدالقادر مصطفى الملقب أبو ساق في كمين محكم بالقرب من معمل الكنسروة غرب مدينة إدلب حيث كان يستقل سيارة من نوع كيا وبحوزته بندقية وذخيرة وقنابلة هجومية مرتديا لباس الحقد والإجرام ممهورا بشعار الجبهة الإرهابية جبهة النصر ولكن أبطال الجيش العربي السوري كانوا وما زالوا دائما الجدار الذي تنكسر عنده كل أدوات الترهيب والقتل والإجرام مهما تعددت وسائله وأدواته فتحية لجيش الوطن الجيش العربي السوري أكد رئيس مجلس الوزراء السوري وإل الحلقي أن القطاع الصحي يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة بدليل تحسن الإجراءات الصحية وزيادة عدد المشافي والأطباء وتجهيزات في السنوات الأخيرة وقال الدكتور الحلقي خلال بدء أعمال المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة الأطباء أن الاقتصاد الوطني متوازن ويفي باحتياجات المواطنين بشكل كامل مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمة الصحية والتعليمية مجانا لم يكن أطباء سوريا يوما بمنأة عما يجري في وطنهم بل على العكس هم كانوا من أشد المؤثرين والمتأثرين بما يجري فوق الأرض السورية من أحداث الكوادر الطبية تم استهدافها بشكل مباشر في سبيل هدفين الأول التأثير على الوضع الصحي الجيد الذي كان يحظى به المواطن السوري والثاني هو إفراغ المجتمع السوري من أية كوادر مهمة وخصوصا الكوادر الطبية المشافي دمر الكثير منها والمراكز الطبية قربت ونهبت في الكثير من المناطق والأطباء وأفراد الكوادر الطبية تعرضوا للقتل أو الخطف أو التهديد اليوم يعقد أطباء سوريا مؤتمرهم السنوي الاستثنائي ولأن الدولة تعي واجبها حضرت بشخص رئيس الوزراء الدكتور واعل الحلقي الحلقي تحدث بصراحة عن كل المجالات الطبية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا ووضح أسلوب ونهج عمل الحكومة في التصدي للتحديات التي تواجهها في ظل هذه الحرب التي تستهدف الشعب السوري الحكومة إلى الآن تقدم الخدمات الأساسية مجانا وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم والتربية رغم ما تقدم من دعم بهذه المؤسسات أيضا الحكومة إلى الآن تقوم بدعم كل المواد الأساسية التنوينية وحوامل الطاقة الرقم الإجمالي لعام 2013 الذي تدعم به الحكومة من مواد التنوين وحوامل الطاقة وعلى الموازنة السابقة وعلى سعر الصرف في ذلك الوقت كان 512 مليار ليرسولين الآن هو أضعف أضعف هذا الرقم إذن الحكومة تدعم ولن تتخلى عن سياسة الدعم لكن هي تحاول هيكلة هذا الدعم ومواكبة ما يجري من حقيقة ارتفاع على الأسعار العالمية لدينا من القطاع الأجنبي ما نعزل صمودنا لأشهر وسنوات بما يؤمن طبعا نحن لسنا دول أذنية بما يؤمن كل المتطلبات ومستورداتنا من المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية وأيضا ما يدعم صمود قواتنا المسلحة الباسلة وتأمين مستلزمات صمودة للدفاع عن التراب الوطني وزير الصحة من جهته طمأن الحضور ليطمئن الآخرين أن القطاع الصحي في سوريا ما زال متماسكا ومؤثرا والوزارة تعمل بجهد لتلاف النواقص الضرورية لحسن سير العمل والحفاظ على مستوى صحي لائق للمواطن من حيث المعامل الدوائي أقول لدينا 72 معمل دوائي في سوريا لدينا أمن دوائي بنسبة 93% كما تعلمون أما 7% الباقية فهي أدوة نوعية تستوردها وزارة الصحة من الدول المختلفة أطمئن الجميع أن المخزون استراتيجي لوزارة الصحة هو 100% من حيث المواد الإسعافية والتجهيزات الإسعافية لا أقول 90% وإنما 100% مستودعاتنا مليئة بكل ما تحتاجه البلاد من أمور إسعافية المعنيون بالقطاع الصحي اجتمعوا ليسمعوا ويقولوا رأيهم والحكومة استمعت لتساؤلاتهم بعناية والإجابة جاءت على لسان رئيس الحكومة ووزير الصحة في الحكومة السورية الاهتمام بالقطاع الصحي أولوية لأنه معني بالمواطن والمواطن هو الغاية وهو الهدف تركز لقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين السورية الدكتور فيصل المقداد مع الوفد الإعلامي المصري الذي يزور سوريا حاليا على تطورات في سوريا والأوضاع في المنطقة العربية والتحديات الغربية التي تستهدف تفتيت المنطقة العربية خدمة لأغراض إسرائيل وهيمنتها وتصفية القضية الفلسطينية وأكد الدكتور المقداد على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين في سوريا ومصر ودور المؤسسات العالمية في تعزيزها خاصة أنها تخدم مصلحة الشعبين في كل البلدين كما رحب الدكتور المقداد بأي جهد تقوم به الجهات المدنية والإعلامية في توعية الرأي العام المصري حول ما يجري في سوريا خاصة لإنهاء التضليل الذي تمارسه بعض الجهات لدفع بعض المغرر بهم من المصريين للانضمام إلى المجموعة الإرهابية المسلحة في سوريا من جانبهم أكد الإعلاميون المصريون حرصهم على سوريا وسيادتها واستقلالها وتضامنهم مع شعبها لمواجهة الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها بتحريضا من بعض الدول الغربية وأدواتها في عدة دول عربية منددين بالدور المشبوح الذي تقوم به الجامعة العربية في هذا المجال استضاف المنتدى السوري الأمريكي في بنسلفانيا مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري فكان لقاءا عبر عن عمق انتماء السوريين الشرفاء في المغترب بوطنهم الأم سوريا هكذا يعلو صوت الشرفاء السوريين في المغترب في بنسلفانيا في المنتدى السوري الأمريكي خلال لقاء أسد الدبلوماسية السورية بالمغتربين السوريين في الولايات المتحدة الأمريكية صوت السوريين للعالم عبر عنه الدكتور بشار الجعفري بأنه لم ولن نرضى بأن نكون نعاج ونحن السوريون نعرف البوصلة ولن نضيعها ووصية يوسف العظمة مستمرة عند كل السوريين القصة مش قصة أزمة سورية أبدا عندهم معضلة كبيرة اسمها أنه نحن لا نستطيع أن نحل الصراع العربي الإسرائيلي حلا عادلا يضمن حقوق الجميع إذن نحن لازم نستبدل صراع بصراع لأنه نحن كشعوب مثل ما قال هذا رئيس الوزراء القطري سمى حاله نعجي فإذا كان بعض العرب يرى نفسه نعجي طيب هذا الغرب شو بده غير هالنعاج؟ بده هالموديل بده هالموديل ينجح لكن مشكلتهم بتبتدي لما بيشوفوا أنه في واحد سوري بيقللون بيقللون أنت نعجي مو أنا هو فين منتحد نعاجي؟ فالسوري لا يقبل أن يكون نعجي لم يقبل ولن يقبل ماشينا على الطريق الصح خلينا نتعلم كيف نتحاور مع بعضنا بدل ما نقتل بعضنا بدل ما نستخدم بعضنا البعض بدل ما نسمح لسوري نبيل وشام بأن يصبح العوبة في أيدي البترو دولار وبأيدي الخليج وبأيدي كل أعدائنا يوسف العظمي عندما خرج إلى ميسلون يقاتل الجنرال غورو سجل صفحة مهمة في تاريخنا تقول للعالم كله أن من يريد أن يأتي إلى سوريا لاحتلالها سيواجه بالمقاومة وحول قضية خطف مطراني حلب أكد الجعفري أن الدولة مستمرة في متابعة هذه القضية وهي توليها جل اهتمامها نحن طبعا نقلنا برسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام قصة خطف نيافة المطرانين وطلبنا من مجلس الأمن أن يضغط على الدول التي لديها تأثير على المجرمين والأرهابيين داخل سوريا والعصابات المسلحة لإطلاق سراحه هذا واحد اثنين طبعا دمشق تتابع الموضوع بكل دقة والعاصمة لديها معلومات أكثر مني بكثير والعاصمة بالمطلق تعرف أين يوجد المطرانان وهناك خطة عمل تسير عليها الدولة في هذا الموضوع المطرانين انخطفوا على بعض مئة متر من الحدود التركية وكانوا قد دخلوا لتوها من الحدود التركية إلى الحدود السورية تماما كالحجاج اللبنانيين يلي انخطفوا على الحدود التركية السورية بمعنى آخر أن هناك إيد مخابرات تركية في الموضوع ويجب أن يمارس الجميع بضغط على الحكومة التركية لإطلاق سراح هذين المطرانين سوريا الوطن ممثلة بصوت الحق والدبلوماسية العالية للدكتور الجعفري واثقة بقدرة أبنائها من الجالية الحكيمة الذين تعتبرهم جسور ثقافة وحوار لتشرح حقيقة ما يجري على الأرض السورية فهم السفراء لسوريا المحبة سوريا الحضارة سوريا الوطن الأغدى أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لارجاني أن الحوار بين السوريين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا وحذر لارجاني خلال استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية أحمد عبد المحسن لمليفي من أن مشروع بث الفرقة والاختلافات بين الدول الإسلامية هو مؤامرة يقوم بها أعداء الأمة الإسلامية وقال أن بعض القوى تسعى لتصعيد الاختلافات وأضعاف الشعوب الإسلامية من خلال بث الفتنة بين الدول الإسلامية ودعم المجموعات المتطرفة والمتشددة أكد عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن جامعة الدول العربية ومنذ بداية الأزمة في سوريا لم تأخذ موقفا واضحا ومتجانسا يعبر عن الوضع هناك أو يمكن أن يوجد حلا مناسبا وقال منصور في مقابلة مع قناة المنار أمس أن الدولة اللبنانية التزمت بسياسة النأي بالنفس حيال ما يجري في سوريا لكن هذا لا يعني أن تكون شاهدة زور موضحا أن على لبنان أن ينقل وجهة نظره وأن لا يؤيد ما يقوله الآخرون وأن يعلق على الخطابات التحريضية والتجيش الطائفية الذي يجري في الجامعة العربية في الأردن انطلقت مناورات الأسد المتأهب بمشاركة ثمانية ألاف عسكرية منهم أربعة ألاف وخمسمائة عسكريا أمريكي وثلاثة ألاف عسكريا أردنية بينما تشارك سبع عشرة دولة بنحو خمسمائة عنصر فقط الأسد المتأهب هو الإسم المختار للتدريبات المتعددة الجنسية على الحدود الأردنية بمشاركة ثمانية ألاف عسكري من تسعة عشر دولة منهم أربعة ألاف وخمسمائة عنصر من الجيش الأمريكي والقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأمريكية ومع يقارب ثلاثة ألاف عنصر من القوات المسلحة الأردنية وحوالي خمسمائة عنصر من الدول المشاركة الأخرى منها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا وتشيكيا والباكستان والسعودية ومصر والعراق والربنان والبحرين والإمارات واليمن والكويت وقطر ففي مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس هيئة العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومدير التمرين والتدريب في مقر القيادة المركزية الأمريكية أعلن محمد العدوان عن بدء فعاليات ومناورات الأسد المتأهب والتي ستمتد حتى العشرين من حزيران الحالي وحول ما إذا كان للتمرين علاقة بالأحداث الشارية في سوريا قال العدوان إن التمرين ليس له علاقة بأي حدث من أحداث الإقليم حول الأردن على حد زعمه لم نحضر الباتريوت من أجل صراع مع سوريا نحن أحضرنا الباتريوت حتى يشارك في تمرين الأسد المتأهب بحب أقول للجميع أيضا أن الأردن لديها القدرة الكافية حتى تحمي أراضيها وإحنا قادرين وأنا متأكد مية بالمية أن القوات المسلحة الأردنية قادرة على حماية سماء ومياه وأراضي المملكة الأردنية هاشمية من أي تهديد خارجي رفض العدوان إعطاء أي تفصيل عن عدد بطاريات الباتريوت وقال إن أعداد البطاريات المشاركة في التمرين هو عدد كاف وهي سد منشرف المكان المناسب أما المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونال تايلر فلم يوضح عدد مقاتلات F-16 التي ستشارك في المناورات ولا عدد تلك التي ستبقى في الأردن المناورات الحالية التي حشدت لها الولايات المتحدة آلاف الجنود من عدة بلدان رغم الطابع التدريبي الذي يغلفها إلا أنها وبحسب المراقبين قد تشكل ورقة ضغط حيال ما يجري في سوريا قصة بعد الانتصارات المتثالية التي يحققها الجيش العربي السوري وزارة الصحة منذ بداية الأزمة وهي على استعداد تام وجهوزية عالية في كافة الجوانب للاهتمام بقطع الصحة ومنع حدوث أي خلل فيه من خلال تأمين كل الخدمات الطبية والمجانية في المشافي لجميع المواطنين كاميرا الدنيا زارت مشفى ابن النفيس ونقلت صورة عن واقع الخدمات الصحية المؤمنة فيه على الرغم من الحصار الاقتصادي الجائر على القطاعات الاقتصادية في سوريا بشكل عام وعلى قطاع الصحة بشكل خاص إلا أن وزارة الصحة من خلال المشافي والمؤسسات الطبية تستمر في تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية للأمراض الداخلية والجراحية بشكل مجانية أنا عم باخد اليوم إبر ريميكاد هو عبارة عن إبر مناعية بتأوي المناعة وأنا باخدها فري مجانة هي كل إبري صعرها 65 ألف برا بس أنا هون كل جرعة باخد ثلاث إبار كل إبري حق 65 وفري من مشفى ابن النفيس ما عم ياخده ولا شيء يعني مشفى ممتازة يعني هذا وخص وتمارينه ممتازة حتى معاملته ممتازة عم تخفف ألام المريض وبنفس الوقت عم تخفف عنه عباء مادية خاصة بعض ظروفها جثير صعبة شو محتاج هذا المريض من تحاليل من عمل جراحي من أدوية نوعية تقدم بشكل مجاني في هذه المشفى في قسم مهم جدا هو قسم معالجة أمراض الكبد وخاصة التهاب الكبد B والتهاب الكبد C واللقاحات موجودة عندنا والعلاج موجود عندنا وتكلفة هذا المريض بحدود 800 ألف ليرا سنويا يقدم هذا اللقاح وهذا العلاج مجانا في هذه المشفى أما بالنسبة لخدمة الإسعاف والعيادات الخارجية والمعالجات الفيزيائية فمشفى ابن النفيس في حالة تأهب تام لاستقبال أي حالة إسعافية داخلية أو خارجية وكوادره بجهوزية تمة على مدار الأربع وعشرين ساعة للقيام بواجبها نستقبل حوالي 200 حالة مرضية حالات جراحة وحالات داخلية من مختلف الأمراض يعني إصابات جراحية رضوط كسور حوادث سير مرضانا اللي بيراجعوا المركز هنا المرضى أمراض الداء الرسياني والتياب الفقار اللاصق وهدول بيتلقوا علاجات حيوية وهي العلاجات مكلفة طبعا هاي العلاجات الحيوية كنا نقدمها قبل الأزمة وبعد الأزمة بنفس السوية ولكل المرضى بدون أي تمييز طبعا التكلفة عالية يعني إذا المريض يدفع لحاله لكن هون تقدم بشكل مجاني تقريبا وسطيا مليون مليون ونصف لكل مريض اللي احنا منعالج نوع واحد اللي هو بشكل 80% من تصلب الويحة اللي هو منسميه ناكس لهاجع اللي بيجي بشكل هجمات الدواء اللي منقدمه لحنا دواء بقائي من الهجمات بيساعد المريض على الحياة تقليل الهجمات بيكلف شهريا الوزارة الصحة ما يعادل بين 100-120 ألف ليرة سوري لكل مريض شهريا وأخيرا مشفى ابن النفيس يسعى لتقديم خدمات طبية وعلاجية متنوعة رغم الضغوطات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الحالية كونها مشفى عاما ومجانيا بالكامل بانياس مدينة آمنة تستقبل امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية بكل طمأنينة ومحافظ ترتوس يتفقد سير العملية الامتحانية في مدارسها بالإضافة إلى بعض أسواق المدينة منذ فترة قريبة قالت عنها قنوات سفك الدم السوري أنها هدمت على رأس أهلها وأن ما تبقى من سكان فيها نزحوا عنها وهجروها إلى أماكن أكثر أمانا بانياس الآمنة الآن وكما في كل عام استقبلت موسم امتحانات شهادتين الثانوية والإعدادية بكل طمأنينة وسلام ولأن الدولة هي المسؤولة وهي الراعي لكل أبنائها قام محافظ ترتوس بزيارة تفقدية إلى مراكز الامتحانات في بانياس اطلع على واقع سيرها والتقى طلابها وتحدث معهم وسمع منهم اليوم نحن في مدارس بانياس نتفقد سير العمليات الامتحانية لطلبة الثانوي اليوم المادي هي رياضيات التقينا مع الجهاز التدريسي والتقينا مع المراقبين ومع الطلبة الأسئلة ضمن المستوى المعقول والرقابة أيضا جيدة جدا ونتمنى للطلبة في بانياس التوفيق والنجاح بإذن الله من خلال المتابعة وجدنا أن العملية الامتحانية تتم بسهولة وويسر كاملين من خلال اطلاع على واقع أبنائنا الطلاب في مدارس بانياس فأن هذه المسألة تتم بكياس ممتازة يوجد لدينا 154 مركزا امتحانيا لشهدتين الأدبي والعلمي كذلك يوجد 41 مركز امتحاني للتعليم المهني منتشرين على مستوى مناطق المحافظة عدد المسجلين المتقدمين لهذه الامتحانات في الشهادات المختلفة بحدود 19.859 طالب وطالبات لا سهلة جغرافيا الحمد لله منيحة جغرافيا الحمد لله تمام سهلة سهلة وشاملة لكل شيء ومتوسطة بين سهلة وصعبة هلأ تقريبا 70% هلأ لا السلي شاملة لا الحمد لله منيحة تمام الحمد لله دعا عادي سهلة سهلة زيارات المحافظة امتدت لتشمل أسواق المدينة بالتأكد من أحوال المواطنين ومدى توفر ما يحتاجونه من أساسيات لمعيشتهم المدن السورية لن ترهبها الشائعات التي يطلقها أعداء الشعب السوري والدولة كفيلة بالقضاء على أعوانهم الإرهابيين وأما المواطن السوري سيبقى صامدا في هذه الأرض لأن الأرض أرضه والوطن وطنه استكملت وحدات الجيش اللبناني أمس تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لمدينة ترابلوس وانتشرت في الأحياء التي تشهد توترا أمنيا وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن وحدات الجيش أزالت الدشم والسواتر والمتاريس مع تسجيل بعض العراقيل في محور بعل الدراويش مؤكدة أن العناصر العسكرية مصممة على إزالة كل المتاريس وأنها سيارت دوريات راجلة ومؤللة وأقامت الحواجزات الثابتة والمتنقلة بالتعاون مع عناصر قوى الأمن الداخلي في مختلف أنحاء المدينة وأشارت الوكالة إلى أن حركة السير في المدينة عادية ولم يسجل أي خرق أمني في المشهد العربي تفجير إرهابي بصفخخة في سوق شعبي بمنطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد يسفر عن سبعة شهداء وستة عشر جريحا في هذا الوقت ارتفع عدد وضحايا التفجيرات الإرهابية بأربع سيارات مفخخة في محافظة ديالة ومنطقة التاجي إلى عشرين شخصا على الأقل وإصابة نحو سبعين آخرين بجروح وفي اليمن قتل شخصا بعد إطلاق النار من قبل قوات الأمن اليمنية على تظاهرة في العاصمة صنعاء الربيع العربي الدامي في المتابعة التالية دماء وإرهاب وفوضى هو حال دول ما سميت دول الربيع العربي في العراق الإرهاب يعم أنحاء البلاد بالقتل والخراب وعبوات الشر والسيارات المفخخة ففي محافظة ديالة قتل 13 شخصا وأصيب 48 آخرون في تفجير إرهابي بثلاث سيارات مفخخة استهدفت سوقا رئيسيا للخضار غرب بعقوبة العاصمة بغداد لم تكن بأفضل حال حيث هز انفجار ضخم سوقا شعبية بمنطقة التاجي ما أسفر عن سبعة شهداء وستة عشر جريحا أما في اليمن قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 22 آخرين عندما حاول عدد من المواطنين والمسلحين المدنيين اقتحام مقر جهاز الأمن القومي بالعاصمة صنعاء وبحسب مصدر أمني فإن المهاجمين من جماعة الحوثي كانوا منتشرين بين حوالي خمسمائة شخص من أنصار الحوثيين خرجوا في تظاهرة سمية أمام المبنى بمحاولة للضغط على الجهاز لإطلاق سراح عدد من المعتقلين المقربين من الحوثيين أما في ليبيا قبل المؤتمر الوطني استقالة رئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش على خلفية الاشتباكات المسلحة بمدينة منغازي والتي سقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحة والتي كانت خلال تظاهرة أمام مقر قوات درع ليبيا للمطالبة بانسحاب الميليشيات المسلحة من المدينة إذن هو ذا حال العرب وهو ذا ربيعهم ربيع القتل والدمار والخراب ومن ربيع العرب إلى ربيع تركيا حيث تواصل قوات الأمن التركية في قمع الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط حكومة أردوغان وأخرها مظاهرة شارك فيها الآلاف وسط العاصمة أنقرة وفي اسطنبول تحولت ساحة تقسيم إلى ساحة للحرية مع تظاهر مئة الآلاف مرددين هتافة تنادي برحيل أردوغان دخلت التظاهرات السلمية التركية مرحلات الخطر بعدما انتهت المهلة التي أعطاها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان للمتظاهرين لإخلاء ساحة تقسيم والتي تنتهي اليوم على نفس المشهد منذ عشرة أيام باحتلال مئات الآلاف عدة ساحات في تركيا ماذا يعني ما يقوله أردوغان؟ هل سيأتي بنفسه ليقتلنا؟ ما هو هدفه الحقيقي؟ فعاصفة المحتجين لم تهدأ وإنما زادت حدتها متخذة من تحدي أردوغان لها وقودا خصوصا بعد الدعوة التي وجهها إلى أنصاره إضافة إلى وصفه المتظاهرين بالجبناء الذين وصلوا لحد التجرؤ على شتم رئيس وزراء هذا البلد حسب تعبيره واضعا نفسه في القمة مؤكدا أن نظامه يمثل جميع الأتراك من دون تمييز داعيا أنصاره إلى تلقين المتظاهرين درسا في الانتخابات البلدية المقررة العام المقبل هناك حد لصبرنا لذلك على أولئك الذين لا يفهمون السياسة ويختبئون وراء المحتجين أن نعلمهم معنى الديمقراطية التوسع الملحوظ والسريع للمظاهرات التي اندلعت حيث انتقلت من اسطنبول إلى أنقرة وأزمير وغيرها من المدن التركية على خلفية أحداث سياسية قد تكون بداية لحركة عصيان مدني حسب المحللين الذين باتوا يستشعرون النار التي تكمن تحت الرماد والخطر الذي لا يمكن إغفاله وهو تحول هذه المظاهرات والاحتجاجات إلى منح آخر نتيجة التعاطي العنيف والمستفز من قبل الحكومة التركية مع حركة التظاهرات التي اندلعت في البلاد ما يجعل الأحداث التركية مفتوحة على كل الاحتمالات ومن الصعب تحديد وجهتها ذكرت صحيفة لوبوان الفرنسية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني يستعد لترك السلطة قريبا وأضافت أن الأمير القطرية بات ميلا لقضاء بقية حياته بعيدا عن الحكم وأن نجله تميم سيخلفه في السلطة ورجحت الصحيفة أن يقوم تميم بتغيير رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم حال تسلمه مقاليد الأمور مشيرة إلى أن الشيخ حمد الذي يتولى الحكم منذ عام 95 وتسعين وتسعمائة والف أصابه التعب ويرغب في الاقتعاد عن السلطة قبل الختام بقي التذكير بأبرز عنوين هذه النصر قمنا بتهم المبنى بعد ما حرقوه طلعت منه النيران تشفنا وجود نفق بالمبنى بعمق مترين للمترين ونصف على امتداد الأرض السورية بواسل الوطن يواصلون دحر فلول عصابات الإرهاب المرتزقة ربيع العرب عشرات الضحايا بتفجيرات إرهابية في العراق وقتل برصاص الأمن اليمني وفوضى السلاح تجبر قائد الجيش الليبي على الاستقالة قمع قوات أمن العثماني أردوغان تزيد التوتر في الشارع التركي ختم هذه النشرة شكرا لكرم المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة